ازاي ايكو يا بنات عاملين ايه يا رب التون بخير يا رب نهاردة حبيت اشارككم معي تجربتي في مسكرة موموجة المسكرة دي انا جربتها جميلة وهيلة جدا وكمان ما بتنشفش الرموش وما بتخليش الرموش كمان تلزق في بعضها وكمان الاسمر بتاحها جميل جدا ولما بتستعمل المسكرة كأنك مركبها رموش بالزبط المسكرة لتطويل وتكسيف الرموش وما بتنشفش الرموش وهيلة جدا انا صراحة استخدمت كزا مسكرة كانت بعضها كويس بس صراحة المسكرة دي من احسن المسكرات اللي انا جربتها لان فيها مميزات جميلة كتير اللي انا قلتلكم عليها وكمان سعرها رخيص وكمان هوريكو دلوقتي معايا شكلها من جوة وشكل الفرشة بتاعتها والسعر بتاحها السعر بتاحها انا قدت شرياها بخمسة وتلاتين جنيه خمسة وتلاتين جنيه طبعا مساعة هنشوفها دلوقتي نفتحها مع بعض اهو ده شكلها الاول قبل ما نفتحها ووريكو شكلها وكمان الاسم بتاحها بكتوب عليها ده شكلها اهو وده الاسم مموجة المسكرة دي يا بنات ماركت لتشر جميلة وهيلة ومش هتعرفي كل الكلام ده طبعا غير لما تشتريها وتجربيها زي ما انا جرفتها وهتعجبك ان شاء الله وكل اللي يجرفها ان شاء الله وتعجبه يدائيلي جميلة وسعرها زي ما ورتولكو رخيص خمسة وتلاتين جنيه مش سعر طبعا جنب كل الاسعار التانية وكمان اللون بتاحها جميل جدا اصمر جميل انا اول صراحة ما استخدمتها واستعملتها كاني مركبة رموش بالزبط وكمان في الخروج ما بتسحش وما ببوص شكل العين وهوريكو شكلها من جوة اهو ده شكل الفرشة بتاعتها شايفين الاسمر بتاحها هنجربه دلوقتي على قدية عشان كمان اوريكو شكل اللون اهو شايفين الاسمر الجميل بتاحها طحفة جميلة اول ده شكل الاسمر بتاحها اهو زي ما انتو شايفينه كده جميل وسابت جدا حتى لو انت مستعملها وغسلت وشك اللي هو من غير ما تيجي الرموش عندك كده بيديكو بتعملي كده بيدك عالرموش حتى لو جات مية مش بتسيح وما بتبوص شكل العين ولو انت في الحر وخرجة في مشوار ومشي وفي حر وكده ما فيش شكل العين ما بيبصي بتثبت زي ما هي لو خرجة طول اليوم برا سابتة وجميلة وانا جربتها وصراحة جميلة ومميزة مميزة بس كمان مش كمان في كل المميزات السعر بتاحها مميز ما بتخليش الرموش تلزق في بعضها زي بعض المساجر التانية وكمان ما بتنشفش الرموش الرموش بتاعتك بتبقى طرية كمان كأنك مركبة رموش بالزبط وده كمان شكل العلبة بتاعتها اهو شايفين ده شكل العلبة بتاعتها ومكتوب على العلبة بتاعتها الاسم بتاحها بالعربي مسكرة مموجة لتطويل الرموش ماركت لتشر وكمان ده شكل العلبة من وراء تطويل وتكسيف وده يا بنات مش كلام على العلبة في بعض مساكر انا جبت عليها مكتوب عليها تطويل وتكسيف وكل الكلام دوت وطبعا مع التجربة ما فيش اي حاجة من الحاجات دي خالص وكان كلام انما صراحة المسكرة دي مش كلام وجميلة جدا وسبتها حلوة قوي ومش بتروح غير لما انت تخسليها وتحاولي ان انت تعملي باديك كده بتطلع معاك غير كده ما بتطلعش وسبتها لو انت نمتي وسحيتي بها تلاقيها زي ما هي بس طبعا كلنا عارفين ان غلط ان احنا ننام لازم نخسل وشانة كويش وكل حاجة ما ينفعش النام بالبشرة فيها مكياج او مسكرة او اي حاجة من الحاجات دي لان كل الحاجات دي غلط طبعا وبتضر وكمان بتمنى منكم لو عجبكم الفيديو لايك وسبسكراين للقناة عشان ان شاء الله يوصلكو كل جديد انا بقدمه وسكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.